اكبر معاقل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الغرب الليبي باتت تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق بعد تدمير منظومتين دفاع جوي لقوات حفتر وقتل عشرات العناصر منهم قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس أصبحت تحت سيطرة حكومة الوفاق بعد أن سيطرت سابقا على كامل مدن الساحل الغربي وتعمقت جنوبا نحو مدينة ترهونة آخر معاقل قوات حفتر في الغرب الليبي وبهذه التطورات تصبح العاصمة طرابلس مؤمنة تماما من أي هجمات معاكسة وتبعد عنها شبح ساعة الصفر التي يكررها حفتر للهجوم على المدينة ويعد هذا التقدم أهم إنجاز حققته قوات الوفاق منذ انطلاق عملية عاصفة السلام ضد قوات حفتر مراقبون للمشهد العسكري يرون أن الطائرات المسيرة التركية كان لها دور بارز في ترجيح الكفة لصالح قوات الوفاق من خلال تأمينها تعطية جوية كافية للقوات البرية وعلى الطرف الآخر فإن انهيار قوات حفتر المفاجئ والسريع كشف عن اهتراء المنظومات الدفاعية الروسية التي تؤمن الحماية لقوات حفتر التطورات العسكرية هذه لن تكون بمعزل عن المسار السياسي وتعزز من شروط حكومة الوفاق في حال أي تفاوض مقبل كما يرجح مراقبون أن مجلس النواب في طبرق سيسحب البساط في المنطقة الشرقية من تحت أقدام خليفة حفتر وذلك من خلال قيام رئيسه عقيل صالح باستمالة قبائل برقة إلى صفه فشل المسار السياسي سيترك المجال للمسار العسكري أن يأخذ منحا جديدا من التصعيد من قبل قوات الوفاق العازمة على استعادة السيطرة العسكرية على كامل ليبيا منطلقة من قاعدة أنها تمثل شرعية حكومية معترف بها دوليا اشتركوا في القناة